موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحلى أخوات وأحلى أمورات وأحلى حبايب في الدنيا كلها محبين ومشاهدين وصفات رهيبة معرش وحشتون يا حبايب قلبي مليون بوسة ليكم من هنا الحاد اليمن ومليون بوسة تانية ليوسف حبيب قلبي مامته معنا على القناة أم عبد الرحمن ربنا يا ربي شفوا الله بالله عليكم ادعوه عشان هو تعبان يا عيني حبيب قلبي ربنا يشفي ربه يحفو عنه ويشفي كل مريض ويشفينا أنا كمان يا ربه ويشفي الناس كلها مرسي على دعاكم لي ويارد تدعو اليوسف لأن ده عسول قوي من أهم المعجبين بتوعي على القناة بيحبني وأنا بحبهم ربنا يا شفي يا ربه ويخلو لك يا حبيبت قلبي ويقوم لك بألف سلامة النهار ده هتكلم على معلقة سحرية سابق قبل كده اتكلمنا على المعالق برضو سحرية لما تحطيها على الشامبو هتنقل شعرك نقلة تانية خالص ساعتها قلنا على زي مجموعة حاجات كده انك انت تحطيها على الشامبو هتخليلك الشامبو كويس وساعتها برضو كنت احنا عاملين على القناة شامبو الأحشاب وجينا قلنا يا جماعة ان شامبو الأحشاب دوت يعني بصي اللي هيحليلك كل مشاكل شعرك وما فيش أحسن من كده ولا أجمل من كده ومش عارفها إيه ولو انت مش منه وقت انك انت تعملي شامبو في البيت أو أنا لسه لحد النهار ده بفضل الشامبو الجاهز فحضرتك خطي عليه المكونات دي أو خطي عليه المكون ده هيزبط لك الدنيا هيتحول معاكي لحاجة يعني بصي منتهى الأمر النهار ده أول حاجة عاوزك تجيبيها إزازة الشامبو بتاحتك اللي انت بتستعمليها أيا كان نوع سبق قبل كده على القناة وقلتلك ان عحسن نوع موجود في السوق حاليا هو شامبو دوف كل الشامبوهات فيها سوديوم كل الشامبوهات فيها تكسبون كل الشامبوهات فيها حاجات منايلة بنيلة كل الشامبوهات بتنشف الشعر على المدى البعيد بس حضرتك شامبو دوف يعتبر زي ما سبق أو تكلمتلك قبل كده أحسن الوحشين أو اللي هو يعني النسبة بتاحته قليلة شوي تمام كده تمام كده طيب أنا مثلا عندي جونسون عندي نوع تاني بلاشت يعني بلاشت للناس اللي عندها جونسون لحد النهاردة انت كده بتهلكي شعرك حرفيا أي نوع شامبو تاني حاولي توقفيه عايزة تستعملي شامبو خارجي عليكي وعلى دوف عاوزة تصميمي على الشامبو بتاعك أوكي ما فيش مشكلة خدي بقى بقية التركيبة اللي احنا نقولها فاعمليها في لاني موضوع الشامبو ده بجد يعني بقولك شامبو جونسون حرفيا بقى حاجة منتهى القرف بالذات في شعر الأطفال بييجي على المدى مش بعيد والله عايزة أقولك شهر شهرين تلاتة كده من استخدامه هتلاقي شعرك نشف جدا وحصن له بلاوي مش لطيلة المهم هتجيب نوع الشامبو اللي انت بتستخدميه ايا كان نوعه مثلا هنسمح كلام راشا واللي هي قالت ده دوف حلو فاحنا هنستخدم دوف اوكي ما فيش مشكلة ايه المكون يا راشا اللي احنا هنحطه عليه النهاردة هينقل الشامبو ده نقلة تانية خالص وهيحل لي مشاكل شعرك عايزة أقولك ان المكون ده هو مكون واحد فقط ومكون سحري جدا فوق ما تتخيلين عايزة أقولك ان المكون دوت بيجدد خلايا او بيجدد بصيلات الشعر اظن الكلمة دي كافية ان انا اقفل لك الفيديو على كده مش محتاجة اتكلم لك على فوايده تاني وازن انت عرفتيه لاني سبق قبل كده اتكلمت عنه قريب وقلت لك اني هو بيجدد بصيلات الشعر واحد اتنين بيحفز مادة الميلانين اللي مسؤولة عن الشعر الابيض قلنا نقصها بيخلي اني شعرك ابيض وشعرك تبقي لسه شابة كده صغيرة وشعرك ضرب ابيض وبتاع عشان بيبقى فيه نقص المادة الميلانين اللي موجودة فيه فروة الراس طيب الدوت بيعمل ايه ده بيحفز المادة دي فبالتالي ما بيظهرش عندك الشابة المبكر ده ممتاز حلو جدا كمان للناس اللي عندها اشرة لو انت عندك اشرة وحطيت المكون دوت على شعرك الاشرة هتروح حلو جدا للناس اللي بيكون في شعرها زي ريحة كمكمة او بيبقى فيه فطريات فتلاقيها مثلا لفت الطرحة او كده او لفت شعرها فبصت لها عملها تهرش في شعرها تقولك ده فروة راسي بتوجعني فحلو جدا برضو للناس اللي فيه في شعرها زي حساسية او شعرها خفيف حلو جدا جدا للناس اللي شعرها بيتساقط وفي نفس الوقت انا اتكلمت عليه قبل كده وقلتلك انه رهيب في تطويل الشعر يعني جيت قلتلك هو والروز ماري لما نحطهم على الشعر او دوني كده انتوا عرفتوا بقى كده احنا حلينا فتزورة لما تحطيه على الشعر رهيب في تطويل الشعر وفي نفس الوقت بيحلو جدا للتساقط يعني لا يعني انحنا عارفين ان التساقط وتطويل الشعر اللي اتنين ايه زي واجهان له عملة واحدة بمعنى اصحة حلو جدا للتساقط طيب المكون اللي معايا النهاردة اللي هو خلاص قريدة عرف اللي هو يا حبيبة قلبي القرنفل القرنفل كنز حرفيا في بيتك مهضور القرنفل كنز في بيتك مهضور حقه سوري على بس لازم ان انا تنيني حطها في ايدي عشان كل شوية راحة جاية على مستشفى فلازم تبقى موجود هبقى واشيلها بالليل القرنفل كنز في بيتك حرفيا مهضور حقه احنا يعني عايز اقولك لو انت عرفت الفوايت بتاعته مفيش بيت هيخلى منه بقولك الكلمة زي اتنفسها اقسم بالله انا لما قريط المقالة اللي هو الكلمة ايه ده انتو بتهرجوا تب انا انا كنت فين منه انا ما عملتنوش وصفات ليه عارفة يعني ايه حاجة بتجدد خلايا ببصيلات الشعر عارفة ان هم مسمينو كده بينكو سن لما تيجي تقري مقالة على النت يقولك مسمينو السماد الطبيعي لبصيلات الشعر عارفة لما بيكون عندك ارض زراعية فلازم تحط سماد وحاجات كده عشان خاطر الزرع يطلع جميل وناضج كده وحلو وبتاعه ومرعرع وحاجات كده بالبلدي ده نفس الكلام ده بيجددلك بصيلات شعرك وبمسمينو اللي هو السماد البصيلات طب احنا فين بقى من من القرومفل دوت فبجد هو حاجة تحفة جدا 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 طب انا يا رشا هستخدمه ازاي هتخديه زي ما هو كده اللي هو ببلدكو غالبا الدول العربية بيسموه المصمار صح كده هتخدي القرومفل دوت وهي هتضربيه في الكبه بتاعت الخلاط او المطحنة يبقى معاك بضرة قوية خالص تبقى زي البني كده نعمة هتروحي وتفتح ازاي زي الشامبو اللي انت بتستخدميها تمام وتحطيه فيها وتروح دراج كده كوي وتستخدميه على وضعه ده لما جيت عملت شامبو الاحشاب وقلت على الشامبو اللي فات برضه معالق تاني هنحطها على الشامبو فجبا نوتا امورة قالتلي طب يا راشا مش كده لما احنا هنطحن وهيجي بقى نخسله وهيضيقنا وهيعلق كده في شعرنا ما هو انت يا حبيبة قلبي لما تحطيه في الكبه هتنعمي كوي جدا هيبقى معاك زي البودرة زي البني كده مثلا فلما تيجي تحطيه على الشامبو هياخد ويدي مع بعضه فمش هتحس بيه وانت بتخسلي شعرك مش اللي انا سايبة حتة فاجي بقى اخسل شعري ففعلا يعكسني وينزل في المش لا خالص انت هتنعمي خالص وهتحطيه على الشامبو وترجيه وتسيبيه بقى كده في الاساسة على طول كل ما تيجي تستخدميه هيبقى هو بقى اخد ودة كده مع نفسه هيبقى معاك توحفة جدا كده انت معاك الطريقة دي او معاك الطريقة التانية او معاك الطريقة التانية اللي هي شامبو الاحشاب اللي احنا برضو عملنا فيه استخدمنا برضو ساعتها كانت صابونة من اللي هي صابون درو دوت واستخدمنا فيها دوت واستخدمنا فيها الروز ماري ليبقى لإما انت عندك دي لإما عندك شامبو الأحشاب على القناة تعمليه ده حلو وده حلو بس انا بقول الفكرة دي للناس اللي لحد النهاردة قول اللي انت عايزة يا راشا لأ انا بحب اشتري شامبو جاهز طب عايزة تشتري شامبو جاهز حبيبة قلبي رغم كل العيوب بتاعته فعليه بقى او ايه زودي كفاقته كده وده اللي عيه بحاجات بسيطة اظن مفيش افسط من كده لو نزلت العطار جيت بتلاتة جنيه قرنفل خلاص انت كده حلتي مشكلة شعرك بجد القرنفل كنز ببيتك حرفيا يعني ماينفعش ماينفعش مبقاش فيه بيت مفيهوش قرنفل بعد اللي انا بقولك عليه دوت اتمنى الوصفة تنور رضاكو يا امراتي ما تنسيش اللايك الجميلة يا حبيبة قلبي وما تنسيش تختم الحلقة بالصالح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته